بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو التحدث عن الفوائد الصحية الوقائية والعلاجية لنبات الشيح واستخداماته المختلفة وأخيرا كما تعودنا سنتحدث عن محاذير تناول هذا النبات يعتبر الشيح أحد النباتات العشبية التي تعمر طويلا وتنتمي للفصيلة النجمية ولها العديد من الأصناف فمنها البرية والصناعية وتلك المستخدمة لأغراض التزيين وغيرها ويتميز الشيح برائحة عطرية مميزة ونفاذة وتنمو هذه النبتة في مختلف دول العالم في قارة آسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ولهذه النبتة العديد من الفوائد الصحية والعلاجية شأنها في ذلك شأن غالبية النباتات التي تنمو في الطبيعة من حول الإنسان بسبب غناها بالعديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان مثل الحديد واليود والبوتاسيوم وغيرها ويستخدم كامل هذا النبات من أوراق وبذور ما عدا الجذور ويمكن الحصول عليه من مختلف محلات العطارة وحتى في الصيدليات إذ أنه مشهور ومهم منذ قديم الزمان وحتى الآن وسنبدأ بالفوائد الصحية والوقائية والعلاجية لهذا النبات نبات الشيح من فوائده علاج الطرابات الجهاز الهضمي مثل علاج حالات المغص والإمساك وعصر الهضم والشيح فاتح للشهية ويطهر الجهاز البولي ويخلصه من مشاكله المختلفة أيضا يعمل على تغذية الشعر ومنع تساقطه أيضا منع تكاثر الفطريات خفض درجة حرارة جسم الإنسان المرتفعة حيث يخلص الشيح من الحمى التي قد تكون خطيرة جدا على الإنسان في بعض الحالات أيضا يعالج مشاكل تأخر الحمل ويعالج الملاريا وهو علاج لبعض أمراض الجهاز العصبي ويضاف الشيح إلى بعض المأكولات مثل الأسماك حيث يضفي عليها طعما مميزا لذيذا وذلك من خلال إضافة أوراقه إلى الطعام أيضا يحسن من عملية التنفس والتخلص من البلغم المزعج ومضاد للتشنجات ويريح الأعصاب أيضا يعالج حالات انتفاخ البطن ويعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل وإيقاف شعور الغثيان والقيء عند الإنسان وهو يعالج أيضا الربو وأمراض الجهاز التنفسي وخاصة السعال ونزلات البرد والإنفلونزا أيضا هو طارد للديدان خارج جسم الإنسان والتي تؤذي صحته أيضا يدر البول أيضا ينشط الكبد من خلال تحفيز إفراز الصفراء وهو يقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان وهو خط الدفاع الأول عن جسم الإنسان ومن استعمالاته أيضا يستخدم الشيح كبخور مميز لتطهير وتعقيم المنازل حيث يتميز برائحته القوية أيضا عندما نغل الشيح ونشربه يخلصنا من آلام المفاصل والمغس والإنفلونزا خاصة في فصل الشتاء البارد حيث تكثر الأمراض من هذا النوع ويعمل منقوع الشيح على تخفيف البول السكري للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر المزمن ويستخدم الشيح كمضاد فوق لسعات الحشرات والعقارب أيضا مسحوق الشيح يستخدم في علاج التهاب الأظافر وأخيرا وكما تعودنا سنتحدث عن محاذير تناول هذا النبات إذ لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض تهيج المعدة والأمعاء بأن يتناولوه كما لا يجب أن تفرط المرأة الحامل بتناوله كما أنه يضيف المذاق المر لطعم الحليب عند المرأة المرضع كما ولا يفضل استخدامه وإعطائه للأطفال الصغار حبيبنا لا نعلم من قد يستفيد من هذه المعلومة وخاصة محاذير استخدامه رب دعوة في ظلام الليل تصل لعرش الرحمن ونحن نيام فالدال على الخير كفاعله شارك المعلومة وتنال بذلك الأجر والثواب من الله تعالى أضام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة